فوريا ما معنى نغايتو بالله جدار فوريا نغايتو أنا أشتاق لك كرية ما معنى نغايتو بالله جدار فوريا وقلت لك نواجي بالله جدار فوريا ولا دنباري ماعرف معنا؟ ماعرف معنا دنباري مساكم جمال، مساكم فرح، مساكم ألق على كل متابعي قناة زي سودان يسعد أوقاتكم بيقول الخير وين ما كنتم الليلة اليوم جميل ويوم مختلف مبروك علينا كلنا وصل القناة لمية ألف مشترك أكيد النجاح ده ما نجحنا نحن برانا نجاحكم انتو برضو وكمان الدعم الحقيقي بعض سبحانه وتعالى انتو فمبروك علينا كلنا وشكرا لكل الناس اللي كانوا معنا خطوة بخطوة من بداية تأسيس القناة لحد ما وصلنا اليوم مية ألف مشترك مبروك علينا كلنا موضوعنا اليوم عن اللهجة دار فوريا ما معنى نغايتو وما معنى دنباري شوف أرأ شارعوا مكملين معكم المشوار اللي ها ورا السلام عليكم عرفنا اليك سؤال اليوم عن اللهجة دار فوريا ما معنى نغايتو ب اللهجة دار فوريا نغايتو انا مشتاقلك كثير هل تقول لك كثيرا؟ نعم هل تجدت الكلام؟ الله يبس معي هل تجد أن تجد كثيرا؟ نعم 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 ما هكذا؟ صلاح المهدي محمود صلاح مرحبك 그래서MR اليوم عن اللهجة دارفورية ما معنى نانيه؟ ما معنى نانيه؟ نانيه! نانيه؟ لا نانيه! لا أنا أعلم! ما حدث؟ لم تكن أسمعها؟ لم تكن أسمعها؟ لا. نانيه؟ نانيه؟ ماهل تراتي؟ دارفورية ماهل تراتي؟ هذه لغة شائعة عند أهلنا في دارفور لغة دارفورية أنا أول مرث بعدها هل سمعت به دنباري؟ لا لا أعرف معنى أول مرث بعدها دنباري معنى زوال بقبي ضجارات زوال بقبي ضجارات؟ شكرا لك، سلام عليكم عرفنا عليك؟ مرحبا لك سؤالنا اليوم عن لهجة دارفورية ما معنى نغايته؟ باللهجة دارفورية مرحبا لك؟ دارفورية لا أعرف معنى؟ لا أعرف معنى دنباري لا أعرف؟ نغايته معنى زوال بقبي ضجارات ونغايته معنى ولده أو ابنه أو بنته قبي ضجارات؟ شكرا لك شكرا لك شكرا لك لا أعرف معنى سؤالنا اليوم ما معنى نغايته؟ نغايته 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 أنا مع طبعا اللغة الدارفورية أنا أعرف من جنوب شرق السودان الدمازين نغايته دي ممرض عليها لكنها غريبة طيب كده حاول نغايته في اللغة الدارفورية الله أعلم نغايته 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 نغايتا نغايته نغايته ما نغايته يجب أن يكون هناك دمباري 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 يعني ذول مثلا دمباري ذول مثلا يحدد على يجرد يا سلام يا سلام هو الطيور من السمار الزراعية طيب نعنيتو معناش نعنيتو جنا صحيح صحيح شكرا لك شكرا شكرا السلام عليكم السلام ورحمة ما كيف حالك أنا اسمو نصر الدين إبراحون أصر الدين أصر الدين أصر الدين أصر الدين سؤال اليوم يقول ما معنا نعنيتو باللهجة الدارفوريا نعنيتو أنا حسب اللحجة والناس يستعملنا عدد أنه يقصد أصر الدين مبات والعبات من دين مبات من دين من دين مبات مبات العمر الأقولقم ؟ أعلمه الزل يتقبض الجراد جارد لسيramento السلام عليكم السلام خرج أعرف أي جديد أنت ج hall سؤالي اليوم علامة حياتك اعتقدت الحيات أنا جالج lengthโرفوري ولو لا استطعوه âlن كتال عندما أنت ما أعرفه أنا رزاقي ولكن لم أعرف هذه اللغة طيب دنباري معنى شو؟ لا 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 معنى شو؟ طيب دنباري هذا الزول اللي بيقبض الجرات ونقعته معنى ابنه أو ولده أو جناه برينا عرفتها منها شأن اتعلم لما خلاص انت مثلا بتعاشر ناس أو بتلقي الكلمة بتسمعها فبتكون عندك فضل انك تعرف المعنى شكرا لك شكرا لك خير عليك شكرا لك ماذا عليك؟ محمد مستوى محمد سؤالنا اليوم عن اللهجة دارفورية ما معنى نغايته باللهجة دارفورية؟ نحن عبولة لسان اجبها من يعطي عموز نفكر نغايته معنى او ما حصلت سمعتها في اي محل؟ لا حصلت سمعتها طيب دنباري معنى هل تعاوز او ما؟ لا تعاوز نحن ماذا بحكرة ببنان كورية من يعطي المعنى لا يعطيها نحن عدى دارفوريين؟ لا بعطيها جدد هل تعاوز التالجات؟ بحكرة هل تعاوز سمعتها الحروب؟ معنى ابنه او ولده او جناه بحكرة نحن كدت من دارفوريين نحن اعتذرهم صعبة شكرا لكم السلام عليكم مجاهد مصطفى إبراهيم البشير ووصينا الدجت الجموية مجاهد سؤالنا اليوم عن اللهجة دارفورية ما معنى نغايتو باللهجة دارفورية ما معنى نغايتو نغايتو دي رطالة ولا لا له سايد عيدنا ما معنى نغايتو ما أقول اشبه السلام عليكم وله نغايتو ما معنى امنا مولها 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 بمولها ماذا؟ دنباري معنى زولر بقبض الجارات ونغايته معنى ابنه او ولده او جناه كلنا سودان واحد لكن في اي منطقة عندهم حاجات ومخاصة لكن لو سألت في التراث في اي حاجة ما فيها رطانة سأعرف عليك حتى في المجال الفني شكرا لك تسلام عليكم عرفنا عليك سوهايب اسحك سوهايب سؤالنا اليوم عن اللهجة دارفورية ما معنى نغايته باللهجة دارفورية سألت طبعا انا من دارفور سلام نغايته الولد صغير نغايته كانت عامية تقريبا استقامة محصورة لناس معينين لكن محصورة لناس معينين سوهايب 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 نغايته ما معنى دنباري 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 كنت تقريبا بمحصورة تقريبا كنت تقريبا تقريبا ايضا تقريبا تقريبا نغايته بمحصورة نغايته بمعنى نغايته نغايته تقريبا نغايته شكراً لك يا ربس اسلام السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و رحبك أحيانكم عليك أنا طارق أحمد كالشوف المرحب و المستشار العنوني مرحبك يا طارق سؤالنا اليوم عن البروري ما معنى كلمة عيني البروري باللهية الدروري كلمة تعني عني؟ عيني البروري والله ياخنة أنا تولدت في البرور و اتولدت في نيالة لا من أنني من قدامك لكن عايست دروريين وهذا أنه وتعلم مشاهدة، لكن التص disregard لآراء الوصولنات عادة ي Vedanta تفضل طيب دمباري تحكم Conan السابق عن طفيب ماذا هوaba؟ ماذا هو بالطيب لتعفونا؟ ماهي يبدعات الجنة؟ أما نغانيته معناه ابنه أو ولده أو جنب نغانيته صحيح ابنه أو ولده صحيح شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة عرفنا عليك أنا أطاها علي حسين أطاها برحبك سليمتي إن شاء الله موضوعنا أو سؤال اليوم عن اللهجة الدارفورية ما معنا نغانيته باللهجة الدارفورية ما عندي فكرة والله ما عندي فكرة كده حابل أنا حتى نسيت الكلمة أصلاً أنا أذكرك ما عندك أي مشكلة نغانيته ماذا؟ نغانيته سأختار كلمة ربما تضبط السلام عليكم لا ما معنى دمباري 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 أيضاً معنى دمباري أتبطوا الجراد أما نغانيته نغانيته معنى ابن أو ولد أو جنة شكراً لك شكراً لك شكراً لك سلام عليكم مرحبك 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 في الطاغم جعبك شكراً لك عرفنا لك فؤاد بشيرزين العبدين فؤاد تسؤالنا اليوم عن اللهجة الدارفورية ما معنى ناعتو باللهجة الدارفورية؟ والله اللهجة الدارفورية كانت معانا سمحا لكن هو من جنزة مرلت بجرده هو دمرنا ودمرنا سلنا الدارفور من القبائل الثاني لأنه يكون عندنا تعارب بين اللهجات الدارفورية طيب، دنباري معنى؟ واللهي يعني أتمنى عارفينه الدنباري دي لكن ما قلت لك زي ما قلت، يعني التواصل بين الدارفور بيقى بعيد مننا عندنا نتعارب بين هنه الدارفور ولا بشمالية ولا بين ناس الجزيرة أو بالغريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة